إلى شمالي البلاد حيث يقدم المركز الصحي بأطار مجموعة من الخدمات الصحية المجانية تندرج ضمن البرامج والاستراتيجيات الصحية التي يعتمدها قطاع الصحة تشمل هذه الخدمات برنامج التكلفة الجزافية للحمل الهادف إلى الحد من وفاية النساء والأطفال برنامج التكلفة الجزافية للحمل واحد من محاور الخطط الصحية المتلعة بهدف الرفع من مستوى خدمات القطاع حيث يطبق هذا البرنامج في المركز الصحي بأطار وفي كافة النقاط الصحية التابعة له على مستوى المقاطعة نعدل عدد استقبالات يوميا من 30 إلى 40 استشارة للنساء الحوامل قبل الولادة وبعد الولادة نعدل شهريا ما معدله 65 ولادة للشهر عندنا عدد من المستفيدات من التكلفة الجزافية يتراوح ما بين 1500 و 1600 سنويا هذه النساء موفرة لهم التكلفة الجزافية بما فيها كامل المحتاجات له كيفية إيكوغرافية تلفزية وكيفية الفحوص الدم والدوية والاستشارات والمتابعة وعملية الولادة حتى على واحدة طلبة عملية قيصرية تعدلهم بشكل مجاني على الحساب التكلفة الجزافية يتم إنجاز كافة الفحوص الروتينية التي تتطلبها المتابعة الصحية للحوامل هنا في مختبر المركز الصحي عبر منظومة من الأجهزة المدعومة ببرامج متطورة كامل يطلب المختبر بما يتعلق بالعليات وموفرينه وموفرينه عدة فحوص يجد شخصه أقلب الأمراض والفحوص كامل يطلبها المركز الصحي حسب الذي يشوفه للطبيب الرئيسي وقدم جميع ذلك الخدمات منها فحوص كيف فحص فقر الدم فحص الصكر وفحص ركلة وفحوص العليات الكاملين ما يتعلق بكل فحوص الروتينية التي تعدل المركز تخفيف التكلفة الجزافية للحمل لتصل إلى أربعمائة يوقية جديدة مقابل توفير المتابعة والرعاية الصحية الشاملة للأم وجنينها وما يترتب على ذلك من فحوص وأدوية وعمليات جراحية جانب آخر من جوانب هذا البرنامج المستحدث تيسيرا للولوج إلى الخدمات الصحية وتخفيض تكاليفها البدية وذلك في إضاء استراتيجيات الدولة الرامية إلى شمولية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن عبدالله الصوفي قناة الموريتانية مدينة آطار